بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله أدى ثمائة وخمسة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعثاقة ومحاكمة في نسب وغيره باب الإيصاء بما يدخله النيابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين باب الإيصاء يعني الوكالة الوكالة فيما تدخله النيابة ما تدخله النيابة من العبادات والمعاملات فإنه يوصي أو يوكل من يقوم بدله بذلك وهذا من التوسيع على العباد أي سير الأمور نعم باب الإيصاء بما يدخله النيابة أما الذي لا تدخله النيابة من العبادات لا تدخله النيابة من العبادات مثل عبادات الصلاة مثلا الصلاة لا تدخله لأن عبادة بدنية لا تدخلها النيابة فلا توصي من يصلي عنك أو توكل من يصلي عنك وإنما الأمور التي يمكن التوكيل فيها مثل توزيع الزكاة مثل الحج والعمرة هذه تدخلها النيابة توكل من يحج عنك أو تنيب من يحج عنك أو يعتمر عنك توكل من يتصدق عنك هذه تدخلها النيابة نعم باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعثاقة من خلافة يعني الخليفة ولي الأمر يعهد إلى ولي عهد بدلا منه عندما يعجز أو عندما يموت يخلفه في في الولاية كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب واستخلف عمر عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه فهذه تدخلها النيابة فولي الأمر يوكل من يقوم مقامه في من بعده نعم من خلافة وعتاقة وعتاقة عثم المملوك توكل من يعتق عنك من يشتري عبيداً ويعتقهم عنك لا بأس بذلك نعم ومحاكمة في نسب وغيره محاكمة يعني محاكمة عند القاضي خصومة في نسب وغيره توكل نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب فقالوا استخلف فقال أتحمل أمركم حياً وميتا لوددت أن حضي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر نعم وإن أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر من بعده نعم وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف من بعده من يقوم بأمور الناس بل ترك الأمر للمسلمين يختارون من يشاء من من يصبح للولاية اختاروا أبا بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر كأنه كأن أبا بكر رضي الله عنه تردد في هذا فقال تمس غيري قالوا لا لا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولن أرضاك لدنيانا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر لما مرض صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس كان هذا من أدلة خلافة يا بي بكر رضي الله عنه فقالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولن أرضاك لدنيانا فبايعوه بالخلافة رضي الله عنه والتزم بهذا نعم فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر استخلف عمر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا ترك الأمر الاختيار ترك الأمر الاختيار المسلمين نعم قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف متفق عليه فعرفت قال قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف متفق عليه نعم فعمر لم يستخلف من بعده ولكن المسلمين اختاروا أبا اختاروا عثمان رضي الله عنه نعم وعنها اشهد رضي الله عنها أن عبد ابن زمعة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمت زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمت زمعة فأقبضه فإنه ابني وقال ابن زمعة أخي وابن أمت أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش واحتجي بي منه يا سودة رواه البخاري نعم سودهم والمؤمنين سودة ابن زمعة فاختصم اختصم اخوها مع سعد بن أبي وقاص في ابنها ابن الأمة في ابن الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وهي فراش وهي فراش لزمعة الولد للفراش واحتجي بي منه يا سودة لأنه رأى فيه شبها رأى فيه شبها من سعد بن أبي وقاص قال احتجي بي منه يا سودة لأجل الشبه ولكنه قدم الفراش على الشبه فمن ولد على فراشه من أمته أو من زوجته فهو ولد له الولد للفراش فهذا الحكم الشرعي نعم وعن الشريف ابن سويد الثقفي أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء فقال ائت بها فدعا بها فجاءت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك قالت الله قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه أحمد والنسائي نعم أعدت وعن الشريف ابن سويد الثقفي أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة سرطت سرطت أن تكون رقبة مؤمنة ففيه دايون على التوكيل في الاعتق نعم أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء فقال ائتي بها فدعا بها فجاءت فقال لها من ربك قالت الله قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعطقها فإنها مؤمنة رواه أحمد والنسائل أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة هذا في دليل على التوكيل فليعتق لكنها شرط أن تكون الرقبة مؤمنة فقال ائتني بها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم سألها فقال أين الله قالت في السماء أي في العلو قالت في السماء أي في العلو وهذا دليل على علو الله على خلقه قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعطقها فإنها مؤمنة لما اعترفت أن الله في السماء وأن محمد رسول الله صارت مؤمنة قال أعتقها يعني انطبق عليها الشرط أعتقها فإنها مؤمنة نعم باب وصية من لا يعيش مثله الذي لا يثبت علو الله الذي لا يثبت العلو الحلولية ونحوهم هؤلاء كفار ليسوا مؤمنين نعم ليقولون إن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون هؤلاء ليسوا بمؤمنين نعم باب وصية من لا يعيش مثله من لا يعيش مثله يعني أصابه أصابه إصابة قاضية لا يعيش منها ويوصي وتصح وصيته في هذه الحالة نعم عن عمر ابن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف فقال كيف فعلتما أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق قال قال حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق قال قال لا فقال عمر لئن سلم لله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال نعم فهو رأى رضي الله عنه أنه مسؤول عن حاجة عن حاجة الفقراء عن حاجة ولو كانوا بعيدين هو في المدينة هو المحتاجون في العراق فتعهد بأن يعطيهم ما يكفيهم نعم فقال عمر لئن سلم لله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب نعم حتى أصيب رضي الله عنه وطعنه أبو لؤل أهل المجوسي وهو ساجد يصلي بالمسلمين فأصابه بطعنة في جنبه لما أصيب دعا الطبيب ينظر في الإصابة فسقاه لبنا الطبيب سقاه لبنا فخرج اللبن مع الطعنة فقال أوصي يا أمير المؤمنين فأوصى رضي الله عنه بالخلاب إلى عثمان نعم فدد على صحة وصية من فيه مرض الموت نعم فما أتت عليه رابعة حتى أصيب قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب وكان يعني لما أصيب بطعنة ما بين حذيفة إلا عبد الله بن عباس وبين عمر نعم وكان وكان إذا مر بين الصفين قال استوو حتى إذا لم ير فيهن خلل تقدم وكبر وهذا فيه أن الإمام يتعهد بتسوية الصفوف وسد الفرج وأنه لا يكبر حتى يتأكد من ذلك نعم وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس كان يطيل القراءة رضي الله عنه في الركعة الأولى ينتظر الداخلين ففيه أن الإمام ينتظر الداخلين ولا يستعجل ليدركوا الصلاة نعم فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه لما طعنه المجوسي قال أكلني الكلب يعني قتلني نعم فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمال إلا طعنه نعم مسلح بسلاح قتال ذو ذو وجهين فلما اجتمع الناس عليه لم يقدروا على القرب منه كان يقتل كل من قرب منه بعد طعنه لعمر ورأوا أن يلقوا عليه سجادة فهلقوا عليه سجادة وأمسكوها فتمكنوا من قتله لعنه الله تمكنوا من قتله تحت السجادة تخلصوا منه نعم حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم تسعة نعم بعد قتله عمر نعم فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه نعم وتناول عمر يدى عبد الرحمن ابن عوف فقدمه نعم عمر رضي الله لما طعن وصار يعجز عن إتمام الصلاة وقدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فأكمل الصلاة للمسلمين هذا في دليل على أن الإمام يستخلف من يصلي بدلاً عنه إذا أصيب أو صار له عذر يقتضي أن لا يستمر في الصلاة فإنه يقدم من ينوب عنه ويكمل الصلاة من المسلمين نعم وتناول عمر يد عبد الرحمن ابن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون نعم نواحي المسجد ما يدرون شل حصل لأن صوت عمر انقطع ثم قرأ عبد الرحمن ابن عوف فعره أن عمر قد وصي وأنه قد استخلف نعم وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله نعم فصل بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة نعم فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي في يد رجل يدعي الإسلام نعم قد قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج في المدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا نعم قال لعبد الله بن عباس أنا قد نهيت عن كثرة العلوج في المدينة لأنهم خطر على المسلمين فهذا الذي حصل أنهم كذروا وقتلوا عمر رضي الله عنه نعم في دليل على أخذ الحيطة من الأجانب الذين لا يعرف يعني لا يعرف أمانتهم وأمنهم يأخذ الاحتياط منهم نعم قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا قال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم نعم قال إن شئت قتلنا إن شئت قتلناهم قال لا تقتلونهم بعدما دخلوا في الإسلام صلوا معكم وحجوا معكم فلا تقتلوهم نعم فاحتمل إلى بيته ثم لعمر ربي الله عنه إلى بيته لما طعن نعم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ اشتد عليهم الخط اشتدت عليهم المصيبة لما طعن عمر ربي الله نعم فقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوحه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت نعم قال الطبيب أوصي يا أمير أوصي يا أمير المؤمنين لما خرج اللبن من جوحه من مع الطعن قال أوصي يا أمير المؤمنين لأنه حري أن يموت نعم فعلموا أنه ميت يعني سيموت علموا أنه ميت يعني سيموت من الطعن نعم فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة فقال وددت ذلك كفافة لا علي ولا لي مدح عمر رضي الله عنه في أوصافي الجميلة ولكن عمر ما رضي بهذا ما رضي بالمدح فقال وددت الكفافة لا لي ولا لا علي ولا لي وددت وددت الكفافة لا علي ولا لي يعني أن أخرج من الدنيا ولا أحد يطلبني وأنا لا أطلب أحد فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض الرجل الذي الذي هنى عمر ومدحه لما أدبر وإذا هو مسبل فنهاه عن الإسبال ولم يشغله ما به من الطعن والألم من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض فقال رد علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأثقى لربك نعم أنكر عليه الإسبال ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك واثقى لربك نعم ففيه الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر نعم يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا ونحوه كل هذا أنفقه في سبيل الله نعم فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا ونحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بن عدي ابن كعب فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا ولا تعدهم ولا تعدهم إلى غيرهم نعم نعم أرصى أن يتحمل هذه الديون أقاربه عصبته نعم فأد عني هذا المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستاذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبه نعم فسلم واستاذن لأن الرسول صلى الله عليه وآبا بكر مدفونان في حجرة عائشة في حجرة عائشة وهي تسكن في الحجرة أيضا وتريد أن تكون هي الثالثة مع الرسول ومع أبي بكر في الحجرة تدفن معهم فلما طلب عمر أن يدفن مع صاحبه فهي رضيت بذلك وأذنت بذلك فدفن رضي الله عنه مع صاحبه في الحجرة النبوية الحجرة النبوية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها عمر خلف أبي بكر هذه قصة المدفونين في الحجرة النبوية ثلاثة رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن صاحبيه وأما عثمان رضي الله عنه فإنه لفن في البقيع خليفة الثالث لفن في البقيع وأما علي بن أبي طالب فدفن في العراق في بيت الإمارة في العراق نعم انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي يالله عنه فلما أقبل قيل هذا عبد الله ابن عمر قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك فإذا قبضت فحملوني ثم سلِّم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين رضي الله نعم وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير تتبعها فلما رأينها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستاذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلط فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهر الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن ابن عون بقية العشرة هؤلاء بقية العشرة المفضلين وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء يعني يحضركم يحضركم وليس له من يعني اختيار الخلافة اختيار الخلافة قال يشهدكم يعني يحضركم وليس له من الأمر شيء لا يشارككم في الرأي بل الأمر محصور على بقية العشرة هؤلاء نعم وقال يشهدكم البقية اختاروا اختاروا واحدهم اختاروا عبد الرحمن بن عوف فوضوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف فكر فلم يجد أفضل من عثمان فاختاره للخلافة نعم وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء يعني ليس له رأي في الاختيار نعم كهيئة التعزية له يريد أن يجبر بخاطره على ما أصابه من المصيبة نعم فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعم به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة ما هو عزل سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه وكان واليا فعزله عمر رضي الله عنه وقال أنا ما عزلته لشك فيه نعم وقال أوصي الخليفة من بعد نعم نعم هل سعد وش قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك فهو ذاك يعني يصلح لها سعد بن النبي وقاص رضي الله عنه نعم فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعم به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عز ولا خيانة نعم وقال أوصي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم نعم الصحابة يتفاضلون أفضلهم المهاجرون ثم والأنصار حضي الله عنهم نعم وأوصيه بالأنصار لذلك يقدم المهاجرون على الأنصار في القرآن إذا الله قدمهم نعم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم دار يعني المدينة أهل المدينة نزلوها وسكنوها قبل أن يأتي المهاجرون فلما جاءوا واسوهم بأنفسهم في المساكن وفي الأعمال وفي كل شيء نعم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم حضي الله نعم وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فهم ردء الإسلام وجباه وجبات المال وغيظ العدو نعم وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم نعم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام الأعراب يعني هم أصل العرب فأوصابهم عمر خيرا أن يحفظ لهم مكانهم ويعرف لهم فضلهم أعراب المسلمين يعني نعم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام ومن العراب من يؤمن بالله واليوم الآخر تخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم نعم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواش أموالهم ويرد على فقرائهم نعم الزكاة يعني من حواش أموالهم يعني الزكاة المفروضة وترد على فقرائهم تنفق في أقاربهم نعم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم نعم ويوصي كذلك بالمعاهدين والذميين من غير المسلمين أن يوفى لهم بذمتهم وأن لا يحصل من المسلمين عليهم عليهم ضرر وإنما يكون لهم بعهدهم ولا يظلموهم وصايا عظيمة من عمر رضي الله عنه نعم ووصيه ووضع هنالك مع صاحبين يعني في القبر ربي الله عنه نعم فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرحب فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عور نعم فقال عبد الرحمن ابن عور أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إليه والله علي ألا آلوا عن أفضلكم قال نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد عنمت نعم فالله عليك لئن أمرتك لتعدلا ولئن أمرت عثمان لتسمع عن وتطيع ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميتاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه رواه البخاري رضي الله عنه وارضاه نعم وقد تمسك به من رأى للوصي والوكيل أن يوكل تمس يعني استدل بهذا من قال إن للوكيل أن يوكل مدل أن يباشر الوكال بنفسه يوكل من يقوم بها أخذ من هذه القصة العظيمة نعم باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته نعم ولي الميت يقضي دين الميت إذا علم صحة هذا الدين وثبوته فإنه يقضيه مقدما على الوصية ومقدما على الميراس من الحقوق المتعلقة بالتركة تقدم الدين أولا ثم الوصية ثم الميراس نعم باب باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته عن سعد بن الأطول أن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال قال فأردت أن أنفقها على عياله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه محتبس في قبره يعني بدينه محتبس عن الشفاعة نعم إن أخاك محتبس بدينه دل على أن الدين يطالب به الميت وأنه يحتبس عن الشفاعة حتى يقضى عنه دينه نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين إدعتهم أمرأة وليس لها بينا قال صلى الله عليه وسلم فأعطها فإنها محقة رواه أحمد وابن ماجة نعم كتاب الفرائض يكفي الله تعالى أعلم نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هل في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه قد ترك الاستخلاف من هو خير مني المعنى ذلك أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليست بالنص نعم ليست بالنص خلافة أبي بكر ليست بالنص وإنما فهمت من تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له في الصلاة قدمه في الصلاة قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا يعني الصلاة ولا نرضاك لدنيانا فولوه الخلافة نعم فضيلة الشيخ افتقكم الله خلافة أبي بكر لم تثبت بالنص وإنما بالإشارة ثبتت بالإشارة نعم فضيلة الشيخ افتقكم الله هل في استخلاف عمر رضي الله عنه في عبد الرحمن بن عور رضي الله عنه في الصلاة دليل على عدم اشتراط نية الإمامة للإمام كما يقوله الفقهة ينويها إذا قدم أو استخلف نواء الإمامة ما يصلي إمام بدون نية أنه إمام نعم فضيلة الشيخ افتقكم الله هذا سائل يقول ما المقصود بالنبيذ الذي شربه عمر رضي الله عنه وأرضاه هل هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رسول كان يشرب النبيذ النبيذ أن يطرح الفاكهة في الماء حتى يحلو الماء يحلو طعمه بالفاكهة لكنه لا إذا بلغ إذا بلغ الاستداد أراقوه إذا اشتد يعني أزبد أراقوه أما قبل أن يزبد يشربون النبيذ نعم وإذا لم يزبد لكن تمت عليه أربعة أيام فإنه أيضا يراق ولا يشرب النبيذ يشرب نعم فضيلة الشيخ اتفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح أن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر رضي الله عنه في الغرفة أنها كانت لا تضع ثيابها في هذه الغرفة هذا السائل يقول كانت تحتجب كانت تحتجب في الغرفة لما دفن عمر رضي الله عنه مع رسول الله ومع أبيها كانت تحتجب نعم فضيلة الشيخ اتفقكم الله هذا السائل يقول هل جلوس عائشة رضي الله عنها وأرضاها في غرفتها مع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما هل في هذا دليل على أن للمرأة أن تدخل إلى المقبرة هذا بيتها وليس هو المقبرة هذا بيتها نعم فضيلة الشيخ اتفقكم الله هذا سائل يقول كثُر في الأيام الأخيرة الدعوة إلى نزع حجاب المرأة في هذه البلاد وأن هذا الحجاب عادة وليس مشروعاً في الدين يقول ما الرد على هذه الدعوة وما نصيحتكم لفتيات المسلمين انتزم الحجاب لأن الله أمر المسلمة بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن الباب هو الجلال الكبير تدني على وجهها منه تغطي وجهها بطرفه يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال تعالى وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا أَسْأَلُهُنَّ مُنْ وَرَاءِ حِجَابًا وهذا يشمل الحجاب ليغطي الوجه ويشمل الباب تكون من وراء الباب أو من وراء الجدار كل هذا يسمى حجاب نعم وتقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مرّ بنا الرجال سدلت إحدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاستماع إلى القرآن من بعض المخالفين لمنهج السلف وهل التتلمذ على أيديهم في علم التجويد هل هو أمر جائز؟ يعني ماهنى من يفهم التجويد إلا هم يطلبوا التجويد على أهل السنة والجماعة وأهل التحقيق وهم يعرفون التجويد أكثر من المخالفين نعم ثم التجويد ماهو يا إخوان التجويد ماهو الغنى والمدود وتجويد هو ضبط القرآن عن اللحن النحوي فلا يرفع فلا يرفع المنصوب ولا ينصب المجرور هذا التجويد الواجب التجام النحو في القرآن بالإعراب نعم ماهو بالتجويد الغنى وما الغنى هذه محسنات ليست فيها التجويد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول معلوم أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة معوك الشهيد المبطون اللي يموت بالبطن شهيد والمرأة إذا ماتت في ولادتها فهي شهيد الشهيد المراد به الذي لا يغسل ويكفن بثيابه هو شهيد المعركة الذي أصيب في المعركة مع الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أن أعطي جائزة لبعض أبنائي المتفوقين في دراستهم دون غيرهم أم أن هذا غير جائز يجوز أن تعطي بعض أبنائك لمعنى فيه إما فقر وإما أنه كما ذكرت حفظ القرآن أو شيئا منه كالسيعة له يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من يقول إن حظه سيء هل هذا من باب سوء الظن بالله عز وجل لا يقول هذا لا يقول هذا إن حظه سيء قد يصاب ويصير حظه سيء يترك الكلام يحسن الكلام يحسن الظن بالله عز وجل نعم مع بعض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول هل يجب على المرأة عند الوضوء وعند الغسل الواجب هل يجب عليها أن تزيل ما يسمى بالمناكير من أظافرها نعم مناكير تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فلا يصح فلا يصح الوضوء لأن المناكير حجبت الماء عما تحتها نعم وهي مناكير على اسمها مناكير من المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول إنها فتاة من عائلة إنها فتاة من عائلة ذات نسب عالي وقد تقدم لخطبتها رجل محافظ على صلواته لكن نسبه أقل منا لم يوافق أهلي عليه لهذا الأمر سؤالها ما نصيحت لي في ذلك وما الواجب عليه نصيحتي أن يرزقك الله خيرا منه وإذا ما دام أهلي كثير موافقين فلا يحصل بينكم شطاق نعم أطيعي أهلك والله يسر لك من هو أحسن منه أو مثله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السعي ليقول هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا بلغ هنا ما دام الولد ليس له ليس له مصروف وعاجز عن الكسب ينفق عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تفسير قول الله سبحانه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة هو هاجر من مكة وأخبره الله أن الله سيفتح مكة وسيعود إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حصل الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول عندنا معلمة أحسنت إلينا كثيرا وستسافر إلى خارج المملكة كخروج النهائي السؤال هل يجوز لنا أن نعطيها هدية أنا وزميلاتي الطالبات علما بأنها لن تعود مرة أخرى لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي أن أفتح المصحف وأنا أقود السيارة وأقرأ منه حال القيادة علما بأنني بعض في بعض الأحيان أخطئ الطريق فهل علي إثم لا يجوز لك هذا هذا خطر لا يجوز لك هذا إن كنت أحفظ القرآن فاقرأ وأن تقود السيارة من حفظك أما تفتح المصحف وتناظره هذا خطر عليك وعلى المار ره على ركابا لمعك لا لا لما يجوز نعم القرآن أوقات قراءته كثيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مسجد القبلتين ما سبب تسميته بهذا الإسم أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر فجاءهم مخبر وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة لما نزل عليه القرآن قال لوجهك شطر المسجد الحرام فشهد أنه صلى مع الرسول إلى الكعبة فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة فسمي مسجد القبلتين لأن أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول جدتي عندها فشل فلوي عافان الله وإياكم وإياها وكانت تغسل على حساب جهة متبرعة الآن قد أوقف عنها هذا التبرع وقال هل لي أن أعطي جدتي من زكاة مالي لأجل الغسيل هذا لا عطها من غير الزكاة الزكاة لا تحل من الوالد لولده ولا من الولد لوالده عطها من غير الزكاة وهذا يجب عليك إذا لم يكن هناك من يقوم بما تحتاجه يجب عليك أن تقوم أنت بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تنطيق الأذان والترنو به تحسين الصوت بالأذان طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد الأذان في الرؤية وقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا فألقاه على بلال فأذن به رضي الله عنه مجمعين دل على أن تحسين الصوت في الأذان مطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا نسي المؤذن جملة من جمل الأذان ثم انتهى فهل يعيد الأذان مرة أخرى كان الوقت قريب يعيد اللفظة وما بعدها إن كان الوقت طويل بعد الأذان فلا بد يعيد فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مسلم يمرض رجلا كافرا لا يستطيع هذا الكافر أن يقضي حوائجه بنفسه هل لهذا المسلم الممرض أن يقدم طعاما فيه خنزير لهذا الكافر المريض بدليل أن عمر رضي الله عنه أهدى حلية من حرير إلى أخيه لما كان كافرا لا ما يجوز لهي قدم الخمر قدم الخمر غيره من جنس من جنس هذا الكافر يقدم له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الخوف من المستقبل هو من إساءة الظن بالله عز وجل أحسن أحسن الظن بالله وأحسن الله يصلح مستقبلك والله جل وعلا يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء نعم أحسن الظن بالله والمستقبل ولا تتشاءم هنا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك أساور من حديد تباع في الصيدليات لأجل تقوية الظهر والآلام هل هذه جائزة أم أنها من التمائم هذه لازم يراجع على طب مختصين لشأنها ويعرض تقريرهم على اللجنة الدائمة للإفتاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الترديد مع المؤذن هل هل ترديد هل الترديد مع المؤذن هل الترديد يقول إيش ترديد الألفاظ مع المؤذن متابعة متابعة المؤذن نعم يقول هل متابعة المؤذن هل هي من السنة نعم من السنة تقول مثل ما يقول أنا المؤذن ثم بعد الأذان تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة عثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته فإذا فعلت ذلك حلت لك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح ما يسمى بالوقف الموسمي كمن يوقف أملاكه ها هل يصح ما يسمى بالوقف الموسمي وقف موسمي بالموسم فقط كمن يوقف أملاكه في شهر رمضان ثم تعود إليه مرة أخرى لا هذا ما يصير وقف هذا ما يصير وقف لكن يأذن الانتفاع بها في شهر رمضان تصدق بنفعها أكون فيها أجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل هناك دعاء مشروع عند رؤية هلال الشهر هل هل هناك دعاء مشروع عند رؤية هلال الشهر نعم إذا رأى الهلال يقول ربي وربك الله هلال خير ورش اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والإسلام ويدعو عند ذلك هذا يسمى الاستهلال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح للإنسان أن يسافر ويتعمد الصيام في بلد لأجل قصر الوقت ولأجل البرودة في ذاك المكان حيث ينقص عليه ست ساعات هنا لا 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 يجوز هذا يروح علشان يتخفف من الصيام الصيام عبادة عظيمة وضمى فيها أجر عظيم وبحاجة إلى الأجر نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائر يقول رجل أحرم من الميقات قبل غروب الشمس وأدى العمرة بعدما ثبت دخول رمضان فهل تحتسب له عمرة في رمضان؟ لا الإحرام من أركان العمرة وهو أحرم قبل دخول الشهر لا تحتسب عمرة في رمضان لا فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائر يقول من كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الشك فهل له أن يصوم؟ لا إنها عن صيام يوم الشك قال أحد الصحابة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ألا يصوم يوم الشك لا فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائر يقول إذا اختلف الوالدان في أمر ولدهما بشيء فمن يطيع منهما؟ كيف؟ إذا اختلف الوالدان في أمر ولدهما بشيء فمن يطيع منهما؟ ما أدل يشك في السؤال هذا كيف اختلف الوالدان؟ نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هل للمرأة أن تقبل الزواج من رجل مسبل معطيب قلبه ومحاولة نصحه بعد ذلك؟ الأحسن للمرأة أن تختار الزوج المستقيم والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب إذا تعمده فهو كبيرة من كبائر الذنوب فلا تختار مثل هذا نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح أن أبيع كيلو من التمر الجيد بكيلو وين من التمر الوسط مع التفاضل؟ هذا ربا ولا يجوز تمر جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه لكن بيع التمر الردي واستر بثمنه من التمر الجيد كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بتمر جيد من خيبر قال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة قال أوه أوه عين الرباء بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً يعني جيداً فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا السائل يقول استخلف الإمام عندنا رجلاً فاتته ركعة فأتم هذا الرجل ركعته أما نحن فجلسنا ولم نكمل معه الركعة الخامسة فهل فعلنا هذا صحيح؟ لماذا يستكمل واحد جاء فيه أثناء الصلاة؟ ما يجوز للإمام يستخلف واحد مسبوق ما يستخلف المسبوق يستخلف من هو من أول الصلاة نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا قد اعتاد الناس عند صلاة الجنازة على الميت يقوم أحد أقارب الميت فيقول دين الميت علي فهل هذا جائز علماً بأن هذا في كل جنازة يحصل إذا عرف علي دين إذا عرف علي دين وقال دينه علي فلا بأس حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل رجل ديناً على ميت فصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين في أول الأمر ثم لما فتح الله عليه صار يقضي الدين عن الميت ويصلي عليه حيث الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول صاحب الوقف بعد وفاته هل للورثة أن يقوموا بالتصدق بهذا الوقف أم أن الوقف يستمق لصاحبه صاحب الوقف بعد وفاته هل للورثة أن يقوموا بالتصدق بهذا الوقف لا يجوز تصدق بالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا الوقف نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول ركب أحدهم سيارتي وأعجب بها ومن بعد هذا الركوب والإعجاب تعطلت سيارتي فهل لي أن أخذ من أثره وأغسن سيارتي بهذا الأثر لا أطلب منه أن يقرأ على سيارتك وأن يذكر الله لا يزول ما بها من الإصابة فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول في شهر رمضان هل يشرع للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن فقط ويقتصر على ذلك أم أنه يجمع مع قراءة القرآن الدروس العلمية هنا يحور الدروس العلمية ويقرأ القرآن في الأوقات الأخرى والوقت واسع ولله يعمل نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا سائل يقول ما الأفضل للداعية أن يدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام أم يصحح عقيدة المسلمين يعمل الثنتين يصحح من عنده خطأ من المسلمين ويدعو الكفار إلى الإسلام يجمع بين الأمر نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ترتيل الحديث النبوي كترتيل للقرآن ما يصلح ما يرتل إلا القرآن وأما الحديث يقرأ إراءة عادية واضحة نعم وكذلك حفظك الله يسأل فيقول ما حكم ترتيل القرآن أثناء المحاضرة أو الخطبة قراءة الآية للاستشهاد غير قراءة الآية للتلاوة التلاوة يرتل أما الاستشهاد فلا يرتل نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا سائل يقول ذكر أحد طلبة العلم أنه إذا كنت مسافراً وذهبت لصلاة الجمعة فصل مع الناس ولكن تنويها ظهرًا هذه هي السنة فهذا هذا القول صحيح؟ هذا كذب يصلي معهم جمعة تجزيهن الظور يصلي معهم جمعة ليحصل على أجر الجمعة ولا ينويها ظهرًا نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول الميت إذا أتاه قريبه عند القبر وأخبره بأن أحد أبنائه قد تزوج أو أنجب أو غير ذلك ما يجوز هذا مخاطبة الميت ما يجوز هذا يفتح باب لدعاء الأموات إنما يسلم على الميت ويدعى له فقط ولا يخاطبه بأمور الدنيا بنت اكتزوجة ولك على الكذا هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول إذا استدت بالغندقية طائراً لكني نسيت أن أسمي ومات هذا الطائر فهل يحل لي أكله بحجة النسيان؟ نعم إذا لم تتعمد ترك التسمية فالأصل أن المسلم عليه اسم الله نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على المسلم أن يأتي بأذكار الصباح والمساء كاملة أو له أن يكتفي بالعدد القليل منها؟ الأمر واسع فيها إن أراد تمام الأجر يأتي بالكامل وإن أراد أوضاق عليه الوقت يأتي بما تيسر نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يحلق شعر صدره وساقيه؟ لا بأس بذلك لكن يعود ويؤذيك أحسن تترك ما تحلقه لأنك إذا حلقته عاد بقوة ويؤذيك يتركه نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول في الزحام الشديد كأيام رمضان والحج وعند الطواف بالكعبة فإنه قد يحدث الطائف فهل يجوز له أن يكمل الطواف لا إذا انتقل وضوءه لم يصح أن يستمر لأن الطواف مثل الصلاة كما في الحديث طواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا سائل يقول ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يخوضون في الكلام إذا حدث رد بين عالم وآخر ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يخوضون في الكلام إذا حدث رد ما أنزل الله وأنها تأثم بذلك إذا تزوج الرجل على زوجته فسخطت عليه وهجرته فهل هذا يدل تزوج على زوجته نعم يعني تزوج معها مع زوجته امرأة أخرى نعم هذا أباحه الله لا ولا ينظر إلى رضا زوجتها وسخطها لكن يعدل عليه أن يعدل فإن خفتما لا تعدلوا فواحدة نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول إذا فاتتني صلاة الوتر بالليل فمتى أقضيها في النهار ما بين ارتفاع الشمس قيد الرمح بعد طلوعها إلى أن يدخل وقت الظهر كل هذا وقت لقلاء الوتر نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول أنا كثيرا ما أسهو في الصلاة ويحصل لولي نسيان يقول ما التوجيه في ذلك أفقكم الله صل مع الناس تابع الإمام صل مع الناس تابع الإمام نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول تحية المسجد هل هي واجبة؟ لا تحية المسجد من ذوات الأسباب وهي سنة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتيني لا يسنة نعم فضيلة الشيخ لأن الأعرابي الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس قال له يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أنت تحية المسجد من ذو أنه لا يجب إلا الصلوات الخمسة نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام نعم الإنسان لا يخرج عن هذا إما أنه حارث بالفعل ويشتغل وإما أنه همام يهم بالعمل وطلب الرزق نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله في قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يقول هل صحيح أن معناه ولذلك خلقهم للاختلاف إلا من رحم ربك ولذلك أي للرحمة خلقهم فالاتفاق رحمة والاختلاف عذاب وشقى نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول يقول إن له مزرعة للأرانب فإذا أنجبت الأرانب فإنه يأخذ بعض صغارها فيعطيها الكلاب أو يذبحها ويرميها لأنه قد رأى بالتجربة أنه إذا ترك كل الصغار مع أمهم فإنه يموت الكل فهل له أن يصنع هذا الصنيع؟ إذا أراد أن يقدمها للكلاب يذبحها ما يقدمها ويحيها هذا تعذيب يذبحها ويقدمها للكلاب نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول إنها أفطرت في رمضان الماضي لعدر وأرادت أن تقضي الآن لكنها حامل وقد صامت يوما وحصل لها هبوط فماذا يجب عليها علما لأنها ستلد في رمضان الجديد هذا نعم تؤخر القضاء تؤخر القضاء إلى أن يزول العذر والمانع أتقضي القضاء موسع ولله الحمد ولو بعد رمضان نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يضع صور أولاده الصغار على شاشة جواله بحجة أنه يحبهم ويحب النظر إلى صورهم فهل هذا أمر جائز؟ لا يجوز استعمال الصور إلا للضرورة هذا ليس ضرورة نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد